الطريق التي هجرت أهلها وجعلت هذه المنازلة خاوية ومن تبقى منهم فأنه يخوض معركة يصارع فيها من أجل البقاء طريق وادي بن جعفة بمديرية المفلح بيافع كانت سببا في زيادة معاناة السكان نظرا لوعورتها وغياب الخدمات عنها حتى الطرقات يحدث أحيانا أن تموت في ظل غياب الاهتمام بها وعدم تعبيدها كما يجب اليوم عشنا على الواقع ثلاثة كيلو نمشي على الأقدام لمسنا ظروف الناس الناس لا مي لا طرقات لا كهرباء لا أي خدمات المركوبات وإن تمكذت من تحدي طريق وادي الجعفرية فإن الاستسلام يكون مصيرها نتيجة تشاري السخور العملاقة فيها ليبقى أمام السكان السير على الأقدام ولو لمسافات قد تتقاوز الثلاث ساعات كمصير محتوم لا مفر منه يا أخي اليوم إذا كان نحن نمشي ثلاث ساعات مشي على الأقدام أنت ما رأيك عندما يكون واحد يسقط من فوق جبل وهو فيه نزيف ليشلوه مسافة نص ساعة ساعة يموت في الطريق حرما تتعسر بنفس الكلام ليشلوها على الأقدام معي يصيحوا للناس الناس ما أصبحوا بالجبل الناس مقتربين وبعيدين بجهود ذاتية بدأ العمل في مشروع الشق الطريق الذي سيسهم في إنهاء معاناة المواطنين في هذه المنطقة الجبرية والتي تتعرض خلال مواسم الأمطار والسيول إلى توقف تام كما أنها تختصر على أبنائها نحو أربعين كيلو متر حتى يبلغوا إلى مناطقهم يوم افتتاح متدسين طريق بير العروس عقور وادي بن جعفر المفلحي المرحلة الأولى ثلاثة كيلو ندعو كافة رجال التجار وعمال الخير والمنظمات الدولية أن تدعم هذا المشروع كون هذا المشروع يستفاد منه ما يقارب دائرة انتخابية ما يقارب 45 ألف نسمة وهو همستواصل بين مديرية المفلعي ومديرية يهر المشروع الذي يبلغ طوله نحو 12 كيلو مترا يجري تدشين العمل فيه كمرحلة أولى بثلاثة كيلو متر في الجبال وبتكلفة بلغت نحو مليون ومئاتين ريال سعودي على نفقة الأهالي وفاعله خير مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة الحال